أستاذ أحمد كان بيسأل فضلتك هو مرشد سياحي وبيسأل عن في شبهة في الموضوع ده ولا لا؟ الأستاذ أحمد بيسأل بيقول إنه شغال في السياحة وشغال مرشد سياحي وبيشرح الآثار والتاريخ للوفود اللي بتبقى معاه يا أستاذ أحمد أنا عوزة أعرف بس يعني أين يعني الأمر اللي خلاك تشك إن عملك حرام؟ ده حضرتك بتشتغل وبتشرح تاريخ أمم لأجيال عشان الناس تعرف وربنا أمرنا بداه يعني حضرتك شغلك حلال وما فيش مشكلة لو حد قالك إن شغلك ده حرام ما تسمعش كلامه ليه؟ أنت بتشرح التاريخ ده ربنا سبحانه وتعالى في القرآن قص علينا بعض القصص بتاعة الأمم السابقة صح؟ صح؟ طيب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيذكر لنا بعض القصص في الأمم السابقة فكون إن حضرتك تشرح الأثار والتاريخ بتاع البلد وتظهر ده للعالمين فده جائز ولا حرج فيه وشغلك حلال يا أستاذ أحمد